سامري معاك يا كتنايمن صلاح محسن نجم النجوم مبارك يا صلاح هيك لازم تجيب هدف ما ينفعش احنا قلنا صلاح ينزل يجيب جون حابب تولي على الهدف حابب تولي على البطولة وإحساسك كالصلاح بعد الفوز تنتقل زي نيبقى الحمد لله طبعا هذا رجولي من لعيبة والحمد لله احنا كنا حيد واحدة في المواطش والحمد لله انا هادرنا نحق البطولة الغايبة على نادي الأهلي بقى لها 7 سنين مش مهم من من يجيب الجوال مهم من اللي احنا اخدنا البطولة وإن شاء الله الفترة اللي جاية الفرق يدى أكتر وأكتر ومزد من البطولات إن شاء الله يعني تلاحهم الكبير ده بتفصلوا ازاي بالبطولة أفريقية وبطولة سوبر وبنرجع لبطولة الدورة التانية ده محتاج مجهود منكو كالعيبة ومحتاج مجهود من الجهاز الفني ازاي بتقدروا الفصل ده الصلاح بالنسبة انا مايز يعني قول تاني عشان نسي البطولات كبيرة وكتيرة وعندنا تلاحهم كبير لفترة اللي فاتت تلاحنا من سانداونز أتجددنا الرغبة بشكل جديد وجددنا الدوحة بشكل جديد ودخلنا السوبر هنرجع لدوري الضغط ده بيمثلكو إيه ونقل لي لكلام ده الجمهور هنا دي الألا صلاح طبعا احنا بنقض كل ماتش بماتش وحمد لله دي صفحة وقفناها وحقق نبطولة غالية بقى لفترة غيبة إن شاء الله نقدر بقى نرجع للدور إن شاء الله وركز فيه بإذن الله ونقدر نركز بقى في بطولة أفريكا إن شاء الله ونقدر نحق العشرة بإذن لنادي الأهلي شريا تقول ليل صلاح انت فيمت حاجة ببارك وطبعا عن هدف وإن شاء الله كده ربنا كريم الفترة اللي جاء بإذن الله حبيبي مين وشبال شهر جليم بسم الله ما شاء الله عليكم إن شاء الله إن شاء الله إما أنا لسه جاء واحدة بالشمال شريا مبروك يا شريا وكالعادة طبعا بتتقلق وتوفير ربنا بيبقى معاك في المباريات وده بيرجعش غير من الاجتهاد الكبير اللي انت بتكتقد الحقيقة في المبارات حابب تقول لي على بطولة السوبر وشايف أداء لعبة النادي الأهلي إزاي بعد تتويق بطولة السوبر شريا الحمد لله طبعا على البطولة بطولة مهمة لنا كالعيبة يمكن البطولة دي آخر النادي الأهلي يعني بقى له فترة ما خبهاش كمهمة جدا اللي إحنا أخذ البطولة دي إحنا طبعا بنلعب على كل البطولات اللي بنلعب عليها بنحمد ربنا وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى مزيد من البطولات للنادي الأهلي إن شاء الله كابتن محمود الخطيب وجوده في لحظة بلحظة معاك إحساسه إيه إحنا بنقول أو إحنا شايفين أنه بيدي رسالة الطمئنان وبيدي رسالة دعم وبتحس أن انت عايز تموت نفسك عشان نادي الأهلي وعشان كابتن محمود الخطيب طبعا وجود كابتن الخطيب معنا في البعثة بيبقى شيء إيجابي لنا بيدينا دافع للمباراة بيتكلم معنا بيدعمنا لا كابتن الخطيب طبعا وجوده معنا مهم جدا يعني كل تقول الجمهور نادي الأهلي اللي النهاردة كان ليه تأثير وكان ليه دور كبير حابب تقول لكل جماهير من أول ثانية بيهتفوا لأخر ثانية هم دول جمهور نادي الأهلي مش من أول ثانية ده احنا وإحنا بنسخن كمان جمهور نادي الأهلي بيهتف للعيب لعيب جمهور نادي أهلي نادي كبير جمهور في كل مكان على المستوى العرب والأفريقي فبنحمل طبعا ربنا على المكسب وبنهديهم البطولة دي بركز شريف حبيبي صلاة